بالراحة شباب أرجوكم بالراحة بص في ملخص سهل ولذيذ كده منتخم مصر دائما وأبدا هو فوق الجميع يعني فوق الجهاز الفني وفوق صلاح وفوق إينا وفوق كل الناس تمام منتخم مصر ده أهم حاجة جهاز الفني لمنتخم مصر اللي فيه كابتن حسام حسن ده أسطورة من أساطير كرة القدم المصرية ومدرب كبير وله كل اللي احترام محمد صلاح ده أسطورة مصر أعظم لاعب في تاريخ مصر شايف يعني التلات حاجات مهمين إزاي الحاجة اللي اعتباري اللي هو منتخم مصر ده أهم حاجة مدرب منتخم مصر ده أسطورة لاعب وقائد منتخم مصر ده أسطورة التلاتة مع بعض ما يحصلش بينهم أبدا أي خلل فكلنا نساعد في ده لو سمحتوا يا أهل الخير بلاش التصرع أنا مقتنع أن كل نوايا خير تصوري يعني بس أحيانا التصرع ممكن يدخل نفسكك ما لهاش لازمة أنا قبل ما أخش على الهوى أنا شفت وقريت وسمعت الناس بدأت تقول كلام بدأ يبقى كلام خيالي يعني كصة اتعمل عليها كصة فالكصة اللي اتعملت دية اللي هي أصلا مش أصل الكصة اتعمل عليها كمان كصة تالتة وكل ده وما فيش أصلا كصة بالراحة إن شاء الله خير يعني أنا ما عنديش استعداد كمشجع لكرة القدم المصرية أخصر محمد صلاح ولا أخصر الكابتن حسام حسن مديل فن المنتخب بقى مصر وفي نفس الوقت محمد صلاح ده أعظم لعب في تاريخ منتخب مصر حسام حسن أعظم مهاجم في تاريخ منتخب مصر بس منتخب مصر أهم من الكل فالكل فاهم كده يعني كابت حسام حسن فاهم كده ومتأكد محمد صلاح فاهم كده فين بقى القصة وفين الحكاية ما فيش ليه بقى تقول بس لما لنا لإيه لما لنا الطعم اللي هو إيه ما تسيبونا محمد صلاح مش لازم معاكم المعاسكة اللي جاي هم بس خنة لا عادي ما انت ممكن ترد برضو تقوله والله معلش أنا آسف محمد صلاح لازم يقوم موجود معايا في المعاسكة اللي جاي فلخلص وخلصت مشي دي حكاية